بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم عجل لوليك الفرج اللهم رب إمامي وربي وخالق إمامي وخالقي ورازق إمامي ورازقي ارضى عني وارضى عني إمامي صلاة رويت عن النبي صلى الله عليه وآله من صلاها قضى الله سبحانه وتعالى له كل حاجة ونظر إليه نظرا يقضي الله سبحانه وتعالى له فيها سبعين حاجة حتما وقطعا بقدرته وبإذنه عز وجل روية عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال من صلى ركعتين قبل صلاة الصبح قبل صلاة الفجر وقرأ في الركعة الأولى سورة الحمد سبع مرات سورة الحمد ومر واحدة الكافرون وفي الثانية قرأ التوحيد بعد الحمد وبعد الصلاة قرأ التوحيد بعد الحمد يعني الحمد كذلك سبع مرات والتوحيد مرة واحدة لا بأس له وعيد لكم الطريقة من صلى ركعتين قبل صلاة الفاجر وقرأ في الركعة الأولى سورة الحمد سبع مرات وسورة الكافرون مرة واحدة في الركعة الثانية سورة الحمد سبع مرات وقل هو الله أحد مرة واحدة بعد الركعتين بعد التسليم يقرأ التسبيحات الأربعة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر عشر مرات ويصلي على محمد وآل محمد عشر مرات وقال عشر مرات يا غياث المستغيثين أغثني النبي صلى الله عليه وآله يقول بنص العبارة قضيت له كل حاجة من الله تعالى علماؤنا الأعلام عفوا يقولون بأنه يحصل على نظرة من الله سبحانه وتعالى هذه النظرة تقضي له سبعين حاجة حتما وقطعا إن شاء الله تعالى فجرب ولا تشك برنامج صباحات والأيامين محمد خادم في مرقد الحسين بن علي عليهما السلام